رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الطرق الصوفية وخصوصا التيجانية في بلادنا يعملون ملتقيات وندوات خلال هذه الأيام يقول في بلادنا بعض الطرق الصوفية وخصوصا التيجانية يعملون ملتقيات وندوات خلال هذه الأيام بمناسبة المولد فيأتيهم بعض الدعاة ويحضرون معهم ويدعون له في آخر المؤتمر بالصحة والعافية وغير ذلك من الأدعية لمشائف الصوفية الذين نظموا هذا المؤتمر فما حكم مثل هذا العمل وحضور هؤلاء الدعاة هذا موافقا لهم ثنى عليهم لا يجوز هذا لا يجوز هذا إلا إن كان من أول ما تعظر تنكر عليهم تبين لهم تبين لهم أن هذا لا يجوز ولا تقيموا هذا الشيء ولا يصلح تدعوهم إلى الله يقبلوا وإلا إن صرفوا تركهم تقعد معهم توافقهم وتأكل معهم العشاء وتنبسط معهم تقول هذا الدعوة لا ما هو هذا الدعوة نعم